السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد و اهلا بكم معي في حلقة ده لو دلوقتي انت رفعت الفيديو على اليوتيوب او على صفحتك على فيسبوك و مش عارف تعمل صورة مصغرة او ما عندكش خلفية ازاي تصمم الصورة المصغرة انا عارف ازاي نعمل كل الكلام ده عن طريق موقع كنفا موقع كنفا ده ده موقع التصميم بتقدر انك تصمم فيه اي حاجة سواء مستعدات صبغرابي ده صورة مصغرة لليوتيوب شعارات منشرات على انستجرام وفيديوهات وحدات كتير جدا جدا موقع يعني لا غنعة طيب الفيديو بتاع النهاردة هنعرقع بعد ازاي نصمم صورة مصغرة نقدر ان احنا نستردمها على يوتيوب بمنتهى الصورة كل اللي احنا نعمله ان احنا نختار صورة مصغرة لليوتيوب طبعا بعد ما بندخل به حساب بتاعنا هنا على الجيميل بنروح ندوس على صورة مصغرة على يوتيوب وبننتظر مع بعض زي ما احنا شايفين هو اصلا بيجيب لي اوالب جهزة كل اللي انا عمله ان انا هعدل على الاوالب ده فقط وطبعا نخلي بالنا ان في حاجة اسمها البرو البرو ده ده التصميم ده انت ما تقدرش تستخدمه الا لما تشترك في الموقع بتاع كانت ولكن في ادوات او صور مجانية زي الصور الكتيرة اللي احنا شايفينها دي صور اللي معليهاش العلامة البرو تقدر تستخدم زي الصورة دي الصور دي طبعا صور كتير جدا مجانية وصور كتير برضو اه تقدر انك تستخدمها لما تشترك في موقع كانت انا دلوقتي مثلا هاختار الصورة المصغرة بتاعة الشكل ده بتاعة اللي هو الشخص اللي ماسك مايكروفون ده حسن الموضوع بتاعي يكون موضوع شاك يعني مثلا الموضوع ده الحلقة دي اللي انا رفعتها على يوتيوب هي ازاي تستخدم الزكاة الاصطناعي انه يكتب لك العنوان بتاع الفيديو ويه الوصف بتاع الفيديو كلام ده طبعا لو انت لو انت مثلا اه دماغك مشغولة مش قادر تكتب عنوان مش قادر تكتب وصف الكلام ده كله فالفيديو ده بالعنوان ده ازاي تخلي الزكاة الاصطناعي يكتب لك كل الكلام ده وانا شرحت الكلام ده قبل كده على القناة تقدر ترجع لفيديوهات القناة لو الموضوع ده طيب دلوقتي خلاص انا عايز اعمل صورة مصغرة للعنوان ده قناة اي تيك دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية لا تكن ضيفا على القناة كن جزءا من العائلة اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعم الفائدة وانا كنت عامل صورة مصغرة قبل كده بالشكل ده يعني مثلا انا خليت النص ده او الصورة اللي احنا شايفينها دي خليتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب انا عملت ازاي بمنطعة الصورة جدا جتا جيت هنا على كلمة مثلا طب عشرة وكتبت فيها مثلا الزكاة الاصطناعي او بمعنى صح انا جيت نزلت لده تحت طبعا انا بتحكم تحكم كامل يحنا بصدر ده ما احنا شايفين بتحكم تحكم كامل في الصورة وفي كل حاجة الصورة مثلا باجي بكتب هنا مثلا الزكاة الاصطناعي بالشكل ده ويقدر ان انا اصغر احد عليها طبعا كده double click بالماوس ويبدأ ان انا اصغرها كده بحيث ان هي تمشي على النص كله او بالشكل ده وممكن عادي بسحبها بمنطعة سهولة بالشكل طيب تبت هنا ازاي جاء الاصطناعي ده بازاي غير الفونت بحطد عليه برضو بالماوس ويباجي هنا باختار الفونت اللي انا عاوز وعندي فونتوات كتير جدا زي ما احنا شايفين كده الزكاة الاصطناعية مثلا ولو لايتها كبيرة بقدر ان انا اصغرها برضو حيث ان ايه ده تماشى مع الصورة الزكاة الاصطناعية مالك يكتب عنوان ووصف الفيديو بجيب الطبع عشرة دي وبجيب الشكل اللي وراها ده وبضغط عليها برضو double click في بكتب يكتب عنوان ووصف الفيديو ايه تكبيرة زي ما احنا شايفين بحدد عليها كده ويبدأ ان انا اصغرها بحيث ان هي تيجي على قد المربع بالزبط عادي جدا بصغرها زي ما احنا شايفين كده ايه وبصغر ويكبر دي شوية وبختار اي مثلا اي شكل للنص ولو لايتها موجودة على اليمين كده بقدر ان انا اجابها في النص او في الاول زي ما احنا شايفين كده وببدأ ان انا صغرها بحيث ان هي تتماشى مع الجدول ممكن اصغر ده كده شوية او مثلا بالشكل ده وبقدر برضو اضيف لها بعض التأثيرات باجي عندي التأثيرات دي بضغط عليها وبختار اي شكلة من الاشكال اللي احنا شايفينها دي وببدأ ان انا ارعب في الكذافة بتاعة الشكل اللي زي ما احنا شايفين كده بيه حاجات تانية كتير بقدر ان انا اخترقه او بقى انت عفل حاجات ايه الحاجات دي يعني بتبقى حاجات بالاحساس مش بالسطنبا مش ما اولا انا بس ببوريك ازاي تعمل الكلام ده لكن انت بالاحساس بتاعك بقدر انك تغير فيه الكلام ده وتكبر وتصغر وتقلل جودة الجودة بتاعة الخط او الخلفية بتاعة الخط والكلام ده زي ما احنا شايفين كده بقدر نقل على تقول الكلام ده بمنتهى السوق طيب هنا كنا كتبين ايه اخر حاجة الفيديو كلمة الفيديو او الشكل ده بقدر نقل على تحكم تحكم كامل فيه في النص بتاعي حتى للشخص ده بقدر انها تحكم فيه زي ما احنا شايفين كده قدر انها رجع وراء شوية قدام شوية فوق تحت اي حاجة يعني برحتك خالص الموضوع آآ سهل جدا انها سهل منه وما فيش يعني قدر ان انا مسلا صغر دي شوية كده حيث انها تبقى عن الميكروفون شوية ادي كلمة الفيديو قدر ان انا اجيبه في المنتصف باجي هنا بادوس على الكلمة دي حد ما يبقى فيه المنتصف بالشكل وغير بعد كده قلت الفونت من هنا بالشكل بتاع الفونت من هنا بختار بقى اي شكل اللي اعاوزه عندي فونتات متر جدا زي ما احنا شايفين بقدر باجي هنا بضغط على التأثيرات وقدر اختار تأثير معين للشكل ده او وده الشكل النهائي زي ما احنا شايفين كده بعد ما بخلص الكلم ده باجي هنا عن مشاركة عشان ابدأ ان انا احفظ التصميم باجي بضغط هنا على تنزيل لغاية لما تظهر لكلمة تنزيل ويباجي هنا بضغط على تنزيل زي ما احنا شايفين بيتحفز معايا النص او الشكل اللي انا عملته او الصورة اللي انا عملتها بصيغة البي ان جي بطر مثلا انا احفظها على ديسكتوب ويبضغط على سيف وادي الشكل النهائي للصورة المصغرة اللي انا عملتها على يوتيوب زي ما احنا شايفين كده شكلها النهائي بس كده بروح عادي على يوتيوب ويببدأ ان انا ارفع الصورة المصغرة اللي انا لسه عملتها مثلا بيجي هنا ويباختار تحميل الصورة المصغرة ويباختارها كده زي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعها ان وبس كده عارفنا عبعد ازاي نعمل صورة مصغرة على موقع كانجا وبس كده خلصنا موضوع حلقتنا النهاردة بتمنى الفيديو بتاع النهاردة يقوم عايبكم لا تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتعملوا واشتراك بالقناة ولو اي حد عنده اي سؤال هيسيبه في الكومنتات تحت الفيديو وبإذن الله ارد عليك اروا كان معكم محمد سيد شكرا واشوفكم في فيديو دي قناة اي تيك دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية لا تكن ضيفا على القناة كن جزءا من العائلة اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعمل فائدة اشتركوا في القناة